تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع واغلق الرأس المال السوقي عند مستوى 687 مليار و3 ملايين جنيه وسط تدولات بلغت نحو 41 من 10 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر ايجي اكس 30 بنسبة 38 من 100% ليغلق عند مستوى 9895 نقطة فيما ارتفع مؤشر شركة الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 بنسبة 77 من 100% ليغلق عند مستوى 2209 نقاط وصعد مؤشر ايجي اكس 100 بنسبة 41 من 100% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة ترجمة نانسي قنقر